اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة لكن ما أقول لكم أقول لبالكم الألعاب التي رأيناها اليوم استمتعنا بها يعني أكثر من 32 لعبة أكثر من 32 لعبة ستأتي على متعددة الأجهزة مني تندو ومن هذا ومستحيل أن كل الألعاب هذه تشابه بالأسلوب بالطريقة يمكن يمكن تشابه يعني عن نفسي أنا أريد أن ألعب هيلو كليكشن ثاني مرة أريدي أنا عندي أجزاء هيلو كلها مع هذا الجزء الثاني عندي أجزاء هيلو كلها مع هذا الجزء الثاني الحين هذه أتاحت لي فرصة أني أسوي ماراثون على دسك واحد وعلى جهاز جيل قادم يعني شي حلو وكذلك شنو عندنا بعد شنو عندنا ألعاب The Division تنزل في فبراير أنا سمعت Metal Gear GTA 5 ترى يكونوا بعلمكم أنه GTA 5 وصلت نص اللعبة وبعدين وقفتها لأنه كان عندي ووكترو حق زون بيو وبعد كنا على جيل جديد فكنت قاعد تذهب والأمور هذي فقلت خلت GTA بعدين إن شاء الله لعبها عدد لي وقت متى ما شفت يعني المساحة فاضية أرد لعبها وفعلا يعني الحين أنا صار ليش أي أني أنتظر لعبة GTA على Next Gen مع Graphics محسن و The Last of Us ثاني مرة يعني أنا ما نزلت المحتوى ولكن يقولون إن فيها أشياء جديدة يعني إضافات جديدة غير عن التحسينات اللي راح تشوفون على البلاي ستيشن 4 في أشياء يا جماعة حلوة ما أقول لكم ما في أشياء حلوة في أشياء حلوة وطبعا المعرض هذا كان ممتاز جدا شفنا منها أشياء واجد شفنا منها أشياء حلوة وكل الناس مستنسة وهذا شيء حلو كل الشركات قدمت اللي عندها فعلا يعني يعني لا حول ولا قوة يعني أنتم مشتبونهم تبونهم يصنعون لعبة بيوم وليلة وفعلا في ناس كذلك يعني أكون ويصف الناس هذي يعني أستاء أستاءوا إياهم لأنك جتهم وعود والوعود هذي فعلا من سالفة الإشاعات والسوالف هذي أعتقد نقدر نسميها وعود بس يعني مثل ما أقول لكم شلون يعني شلون الربط الحابل بالنابل الموضوع هذا أنه عن سالفة The Last Guardian The Last Guardian قالوا أن راح تكون مالذي ثري موجودة راح نشوف جيم بلاي وللأسف ما صار الشي هذا ولا صار ولا صار أنا ما أدري يمكن أن نعرض عنا شيء بالسريم الخاص اللي مو بالستيج اللي هو البريس كامفرس لا بالستيج ما هم اللي يجمعون المطورين ويتكلمون ويعرضون ألعابهم وتشذي ما أدري إذا نعرض ولكن أعتقد أن هذا أخلفه يعني بعدهم وكان يعني شيء نوعا ما يعني الناس ضايقة وفعلا يعني على الأقل شيء أحسن من الأشيء يعني بش نسوي إذا اللعبة هذي تاخذ وقت يمكن اللعبة هذي تأجلت حق البلاي ستيشن 4 ويمكن نشوف اللعبة هذي بأحداث جاية أو حدث مثل VGX تعرفون VGX سنوي هذا وكذلك لا تنسون عندنا توكيو game show عندنا هم بعد أعتقد المعرض الأوروبي أعتقد أنها اسمه باكس أعتقد باكس يعني عندنا شيء واجد ولكن على الأقل ضمننا مجموعة ألعاب حلوة بفعلا ضمننا مجموعة ألعاب حلوة وأهم شيء أنني تندو قدمت اللي عندها وهذا يعني أنا أحترمها كشركة أنها تمت الحين يعني بالمتعة والألعاب اللي إحنا كنا نفكر فيها ونبيها من نيتندو يعني فعلا يعني فيها ألعاب فيها ألعاب فعلا يعني خلت الناس تهتم للجهاز نفسه ولكن متى يعني متى رح يكون الشيء هذا الأساسي لباع الجهاز وشفنا قبال بالمبيعات والأمور هذي أعتقد أن نيتندو رح تركز أكثر على الألعاب من النوعية فعلا ترى أقوى حصريات حصريات نيتندو يعني مو عن قوة وشذي لا يعني أحسن حصريات تحسن حصريات نيتندو فعلا أما مايكروسوفت و سوني هم بعد فيهم شيء حلو انشاردد والأمور هذي بس في بعض الناس يقولون بحين ريد فوكس من أصل 32 لعبة هذي نصهم رح يتعجلون حق نهاية 2016 يعني نهاية 2015 عندكم يعني مو لانش ويندوز يعني كل سنة أنا أسمي الشيء هذا لانش ويندوز كل سنة يعني نافذة اطلاف على كل سنة عرفت الشرون يعني شرون عندنا رأس سنة مالية في يعني كل سنة عندنا لانش ويندوز نافذة اطلاق يعني تقدر تقول اطلاقات 2006 بداية 2006 نهاية 2006 منتصف 2006 مثل شرون يعني مثل شرون بس والله اللي أنا قاعد أشوفها شيء كبير في ناس طبعا تتأملة تقول نبي شوف شنمو نبي شوف سيقا نبي شوف سكويرونيكس نبي شوف هذا كل الشركات قاعد تقدم العاب كل الشركات قاعد تقدم العاب ولكن الالعاب اللي حنا يعني مو سالفة ان نقول والله الحين سيقا راح تقدم شنمو والله هذي راح تقدم كان هو والله هذي ما ادريش تسوي يعني الالعاب اللي حنا حاطينها ببالنا المفروض هذي نوخرها بعيد المفروض نقطها بعيد عشان ما نستع خلنستمتع بالوقت الحالي الالعاب راح تجي اذا جت الفلوس للشركة اذا وصلت الفلوس اللي بجيبنا للشركة وربحت اللعبة هذي اكيد انهم بيصنعون سيقو الحق اللعبة وبيستثمرون الفلوس الثانية يصنعون فيها نيو اي بي اللي اقول لكم يعني يعني ما لا داعي انا يعني كل اليوم قاعد اقرأ تغريدات الناس بالتويتر يعني في واحد يقول افشل ما ارض بالسنة هذي نيتندو يعني من يعرف ليش يعني افشل سنة نيتندو يعني بالضبط يعني ليش من باب شنو يعني من باب الفشل شنو الفشل اللي جاء يعني في اشياء انا ما حبيتها يعني اللي ما عجبني يعني خلونا نتكلم عن اه الاشياء اللي انا ما عجبتني ماشي الاشياء اللي انا ما عجبتني ككوني كلاهد اللي ما عجبني طبعا NFC هذا انا اقول لكم نوعا ما انا فهمت نظامه قبل اكتب الشغلة هذي فهمت نظامه بوقت متأخر انها طبعا انا اللي فهمت نظامه انه لديك الآن فيجورز حق ماريو اوكي الفيجورز هذا بس من تشخط عليه على القيم باد اعتقد او تحطه على القيم باد يقراه او الريدي راح اتباره مع الشخصية هذي اللي هي ماريو قاعد اتباره يا ماريو طبعا ماريو اعتقد انه يسجل حركاتك ويخزنها على القطعة نفسها يسجل حركاتك كل امور هذي فوقت ثاني متى ما بغيت انت تستدعيه يعني يتهاوش ضدك ياخذ اسلوب قتالك وحركاتك ياخذها ويطبقها على الغير فهي مخزنة داخل الرقاقة نفسها فما ادري انا اشوف الفكرة هذي نوعا ما حلوة لكن مرتبطة بشي يعني انها راح تبيع شي مثل فيجورز يعني راح تبيع سماشة بنفس الوقت وراح تبيع فيجورز يعني ماني عارف شلون اقدر اوصف لكم الشي هذا بس اذا اقول انا بشكلي بشخط بالقلب ما ادري عن الشغلة هذي بخليها على صوب يعني ان اتكلموا عنها المفروض يكون شي ثانوي بس على الأقل يعني اذكره شي بسيط خل نستبعد الشي هذا الشغلتين اللي ما اعجبوني اللي هي الموربيس النفسي انا ما استانس على الموربيس او ما استانس على الأمور الجديدة هذي احس نوعا ما راح يجي لها وقت وتموت راح يجي لها وقت وتموت مثل ما قاعد يصير مع تقنية 3D تلفزيونات 3D والأمور هذي ماتت الحين ما في ألعاب تدعم 3D لا على البلاي ستيشن 4 ولا على الاكس بوكس 1 ولا على الجهاز الوي يو ما في شي يدعم 3D انا تلفزيون 3D الحين احط على الطالت بس حطت شذي اي وقت اذا بشوفها بشوفها فلان بلوراي 3D شذي فماني عارف يعني سافة موربيس استبعده بعيد حين يعني انا ما عجب ما عجبني الشي هذا حين مش هات تركيزي احس اذا حط هذا الشي بالساحة وكان شي رئيسي احس ان المطورين كلهم يبقضون فلوس عشان يمشون المنتج هذا وبعدها نشوف يطبقون بعض الالعاب مثل ما صار مع لعبة ستيبتاليوم مع الكنيكت شون صار الشي هذا وفشلت اللعبة وحصلت انتقادات وطبعا مع هذا فرامسوفت وير تفكر انها تسوي جلس جديد او كابكم يسوي جلس جديد حق ستيبتاليوم يعني الشي الصحيح بالمكان الخاطئ هذا اللي اقول بكم وتكرار والتكرار التذكير تكرار التذكير شووا تكرار التذكير يعني شلون يذكرون فالالعاب اللي شفناها قبل سنة السنة اللي طافت يعني فيها العاب يذكرون فيها الواجد يعني مثل ديفيجين مثل ما ادري انا كاني ذكرت فانثوم داست باللستة ما هذه فانثوم داست وكذلك يعني رينغو سيكس توديد داور دار كذلك هي تكرار وتكرار وتكرار بس التكرار نفسه في بعض الأقعاب يعني تستاهل التكرار وفي بعض الأقعاب ما تستاهل التكرار اوكي يعني على سبيل المثال نقول عن داوردر اوكي تكلموا عن داوردر وهذا ماشي خلاص حطونا جيمبلاي سريع على حق لعب داوردر شي حلو هذا تكرار زين انا قاعدين نشوف يعني امكانية بما اننا اللبه تتاجلت اما التكرار نفسه يعني مثل سارفة واتش دوغز والامور هذي امور نازلة نوعا ما يعني خلاص هذا قطوه استثمروا بدالة شي ثاني فنوعا ما اللي تضايقت من عنده سافة التكرار بس اللي اقول لكم العاب استمتعنا فيها شفنا مكانيات جديدة شفنا شي 95% شي مخصص حق البيديو جيمز بالمعرض هذا من كل الشركات هذا شي انا استانست عليه وارتحت له صراحة اما حق الناس اللي تضايقوا برا شوفوا لكم شي ثاني تضايقون عليه انا اسف ما لا داعي تضايقون على المعرض هذا خلاص المعرض هذا صار اللي صار اذا ما شفتوا شن مو اذا ما شفتوا ديفل مايك راي جديدة اذا ما شفتوا اللعبة الفلانية ايب سكيب السوالف هذي ريزدنت ايبل ما شفتوا الاشياء هذي خلاص لا حوله ولا قوة ما كله ننطر الحين عندنا مجموعة خلنستمتع فيها بعدين بعد المجموعة هذي بعد ما تخلصها وتطلع فيها تروفية اول اتشيفمنت الف من الف عذيك الساعة على الطالب الحين مايحقلك الطالب الا لحطوا شي عن كنكت ولحطولك شي عن الموف ولحطولك شي عن هذا وكلو المعرض ستين دقيقة سوالف عن الادات الاستشعارية والعاب والامور هذي ومبيعات وشنو مستقبل الادات الاستشعارية والسوالف هذي مثل الخرابيط اللي شفناه بالمعارض اللي طافت قبل خلص لذلك الحق هني تضايق وتقول هذا اسوأ معرض هذا على الاقل احسن من عنده وهذا هذا بس هذي لحظة يعني أنا استمتعت فيها يعني نشوف كل الشركات تركز على الألعاب اللي يعني احنا يعني اللي احنا الشي يعني هذا اللي انتمناه كلاقبين او فعلاً يعني خيبة املنا مشفناا الاسامي اللي احنا بيها مثل يعني عن نفسه لسامي اللي الكنتا بيها مثل العاب، الامور هذه يعني فيه اشياء ما شفتا ولكن مثل ما اقول لك مع اوضين خير هذا الكل اللي اقدر أقوله عموماً استمتنام لي عرضي ثري السنة هذي وفعلاً انا مسرور من ناحية معرضي 3 انتم شنو رايكم عن معرضي 3 السنة هذي من مايكروسوفت من سوني من نيتندو قولولي كانت هذي حفلة كبيرة حق اللاعبين وكانت متعة كبيرة احنا استمتعنا فيها عموما حطوا رايكم بالكومنت لايك سبسكرايب وبإذن الله أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته